مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي اين بتبعى قبل ما نبدأ وما تنسوا اشتعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة مش تصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة كشف الكرونيكير ببرنامج رونديفو على قناة التاسعة رياض جراد بان حركة النهضة وجبعة الخلاص تستعد هذه الايام للتحرك في بعض الولايات منها سيدي بوسيد والقاسرين وتخطت لاعلان عن حكومة موازية وتخطت لفوضى كبيرة جدا في الايام القليلة القادمة كذلك اكد رياض جراد ان هناك اجتماعات سرية في القاسرين وسيدي بوزيد واستعمال الشعب كادات الانقذاض على مسار 25 جوليا للاتاحة به كما اوضح رياض جراد ان يوم 14 جنفي ستكون احتجاجات كبيرة في شارع حبيب بورقيبة كما قلنا من اجل اسقاط مسار 25 جوليا وكما اكد رياض جراد وقلنا انه قاعدين يحظر الحكومة موازية ان شاء الله ربي يقدر الخير هذه رسالة رياض جراد معنا على المباشر في برنامج روندي فو والكلمة الاخرى عندكم انتوما لو كانت تحبوا تعالقوا فيما يخص لكلام ماذا وهكذا نكون وصلنا الى نهاية الموضوع